السلام عليكم بورتوت ليزا الجيريان اليوم رانا 29 جون في 2020 معكم الطالب فخار ظهير من مدينة غونجو في الصين حبيت اليوم نهضر على فيروس كورونا الي ظهر مؤخرا في مدينة وهان الناس بزافر عيتسقصي وش هو الفيروس هذا وش هو اسبابه وماي الاعراض تاعو كيفاش نفيتو الفيروس الفيروس تاع كورونا خرج في مدينة وهان في ديسمبر 2019 خرج في سوق تاع المنتجات البحرية في منطقة خانكو وهي من اشهر المناطق في وهان وهي تقريبا قلب مدينة وهان الفيروس هذا كيخرج الناس في الاول كانوا يعتقدوا انه ينقل العدوة من الحيوان للانسان حيث لا يعتقدوا الى الاحتياطات اللازمة كانوا يخرجوا نورمال لا يبسوش الماسك يفريقونتي والغاشي نورمال ومن بعد سلطات صحية على نتبلي الفيروس هذا ينتقل من الانسان للانسان عن طريق التنفس عن طريق اللمس وهذه تقريبا هي اخطر طريقة لنقل العدوة منطقة وهان فيها 11 مليون مواطن الان السلطات داروها في حجر صحي هي وحوالي 13 مدينة احدا وهان الفيروس اليوم الحق 81 مواطن ماتوا بسبب الفيروس اليوم والاصابات اكثر من الفين والفيروس هذا 11 في اكثر من 13 دولة في العالم الان بالنسبة للجالية الجزائرية في وهان السفارة تصلت بكل اعضاء الجالية الجزائرية في وهان بالواحد والسفارة تسويفي للقضية ورغم يشوفوا حل يخرجوهم من وهان في اقرب وقت ممكن اوهان رائح في الحجرة الصحي لك سوف يخرج منها واحد لان السلطات هنا في الفلاشين يغلقوا كامل وسائل المشاركة المغلقة بوال هادية ايضا المشكلة اليوم بزاف الحوانت مغلوقين برأس كلافيل اوكل مغلوقة لطرق كيف كيف مغلوقة ممنوع ممنوع تخرج بلس بيبليك تيفيتي المكسيموم لفريكوس لفرط ممع الغاشي اليوم الوهان فيها اكثر من 36 جزائري مع القناة في الوهان كانوا يرى ام فامي كانوا يتوديون كل واحده كيفه كانوا يعملوا نحن نضمون من السلطات تكتيفي الترحيل المعلومة بارك لم يكن اي دولة مازال قدرت ترحيل الرعاية تحامل لحد الساعة لانه يوجد كثير من الاشاعات حول ترحيل فرنسا امريكا للرعاية تحامل هذو كامل الاشاعات ما كاش منهم ما زال حتى اليوم بالنسبة للصين عموما الفيروس هذا سينتقل بشكل كبير جدا وبسرعة في الصين وفي مختلف المدن نحو العالم البارح منظمة الصحة والأوبئة هنا في الصين داروا مؤتمر صحفي في بيكين علنوا ان الفيروس سينتقل للمرحلة التانية وهي مرحلة خطيرة لانه كان الفيروس من قبل ينتقل من شخص الى شخص الى شخص الى شخصين يعني ممكن المصاب يعدى انسان ولا زوج ذو كالمصاب الواحد يقدر يعدى عشر عباد يعني عشر مواطنين فلونتوراج سفير انا لحقنا مرحلة خطيرة تعل الفيروس السلطات لحد الساعة لم يقدروا شي يلقوا حل حاجة واحدة وصلوا لها انه فكوا الشفرة الوراثية تعل الفيروس سفي القضيان تعله لحقوا له الحل سفي اللقاح تعل الفيروس ما زال ما كانش حاجة اوفيسيال حتى البرك بالزال قناوات نشروا اشعة البارح قالوا بلي يوصلوا للفيروس واحنا ما دابينا هدي ما تصراش بشك الناس كامل اللي راي خايفة هنا وما يقدرواش يحتملوا الريمور كما هادو هنا في قونزو نحتي هنا في قونزو عندي ربع يام ما خرجت البارح خرجت نقضي شوية زي ما مأكولات ولا أغذية رحت الوالمارت والمارت مول الواحد تقريبا مفتح هنا في قونزو فيها مكانش موفمو بزف برا للعلم انو قونزو فيها 23 مليون مواطن يسكنوا فيها كل متاجر مغلقة رحت في الطريق لقيت ماجازن واحد لي بيع لي فروي مفتوح الفارماسية مغلوقة مقدرش نشاري لي ماسك كانوا عندي شاريتهم ما قبل هذا هو الماسك ولا الموضيل هادو فيريجيكال الماسك كان دوتي بتاع الماسك الماسك يحكم ربع سوية عطرميه ولا 24 ساعة بابليس لازم تبدله الفيروس هادو يحس بالدخاء ويحس بالاعياء والكحاء عندك يعطس بالزاف فيه سيلان الانف فيه ضيق التنفس الفيروس هادو يصيب الجهاز التنفسي عموما ويسبب التهاب رئوي حد وبطبيعة الحال يعني يوصل الى الموت المصاب الى حد ساعة اغلب الوفايات فوق الخمسين سنة اغلب الوفايات يعني فوق الخمسين سنة الفيروس حسب الخبارة وهدي دراسة قريتها من قبل قالوا باللي الفيروس ما رزيستيش سخانة بزاف صافي ما يقدرش يعيش في اماكن حارة قالور سيبورسا ينصح ان المكان يكون دافئ مكان المعيش اذا ما تكون في الدار شعال 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 السخان هكذا باش تيفيتي المكسمم الفيروس وسائل الواقاية الواقاية من الفيروس هي اولا ارتداء الاقنية على الماسك كما أردت لكم قبل الواقع لو اتفتح الباب وكان واحد من قبل مواصاب وفتح الباب من قبلك كما الواقع لن اتقل الواقع غسل الواقي قacey اولا 15 سوء بعد ذلك تبدو تبقاية او لا تشعر اي حاجة تغسل بزا في الدك وتعقم ولا تغلي الأواني المنزلية يعني سخنا الماء مئة درجة ودخل فيها الأواني المنزلية هكذا يكون وسيلة للتعقيم ذو كبير لانستون الى سيتياشون رائل هنا ان شاء الله ان شاء الله يلقاوا لها حل في القريب العاجل وعندي ميساج برك للناس اللي راهم يقولوا لهذا غضب من ربي لانه السلطات الصينية كانت تعدى في المسلمين في الايغور بارابور الموضوع هذا لازم نفرقه بين الحكومة والشعب لازم نفرقه بين السلطة والشعب الشعب مغلوب على أمره ما عندوش أي دخل في القضايا السياسية ولا القضايا هادو اللي تتحكم فيهم الدولة صافي الفوق اي فيتي لهذا لانه اي انسان اي انسان يتحمل مسؤولية افعال وحده ما يمكنش الدولة ما يمكنش تتحسب المواطنين يعني على حسب ما تقوم به الدولة فولا هذه هي ومدى بين الناس يتخذوا اجراءات السلامة وي فيتي والماكسيموم البلايس اللي فيهم الغشي وي فيتي والمصافحة بزفلية ما تهدو وان شاء الله ان شاء الله يلقوا حل في القارب العاجل وان شاء الله السلطات الجزائرية تتخذ موقف بشأن القضية وتعمل مستحيل على ترحيل الرعاية في منطقة وهان وفي جميع المناطق المحضورة من التنقل والموضوع تحت الحجر الصحي والسلام عليكم مرسي بكم